مرحبا بكم أصدقائي في نص قرائي جديد بعنوان مشروع ناجح إذن لنبدأ مع ألاحظ وأتوقع أصف ما يفعله الأطفال الذين يظهرون في الصورة إذن لدينا مجموعة من الأطفال يظهرون في الصورة نصف ما يقومون به إذن نلاحظ الصورة جيدا ثم نقوم بالوصف نقول الأطفال الذين يظهرون في الصورة يتعاونون فيما بينهم لتزيين وتنظيف مدرستهم إذن يقومون بالتعاون فيما بينهم من أجل تزيين وتنظيف المدرسة ننتقل إلى ثانيا ما الذي يدل على أنهم يتعاونون فيما بينهم إذن ما الذي يدل على أنهم يتعاونون فيما بينهم الجواب ما يدل على أنهم يتعاونون فيما بينهم هو توزيع المهام والأدوار والعمل في مجموعات إذن لاحظوا الصورة تجدون كل مجموعة تقوم بعمل وقاموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم ثالثا أختار المعنى المناسب لكلمة مشروع الواردة في العنوان لأن العنوان فيه كلمة مشروع ناجح فما معنى مشروع أو ما الذي يناسبها طلاقة من الاختيارة التالية درس عمل جماعي مصابقة إذن ما يناسب مشروع هو عمل جماعي إذن عمل جماعي نمر الآن إلى رابعا متى يكون المشروع ناجحا الجواب يكون المشروع ناجحا عندما يتعاون الجميع بينهم ويعملون كفريق واحد منسجم ومتجانس إذن عندما يعمل الجميع كفريق واحد منسجم ومتجانس فإن المشروع هم يكون مشروعا ناجحا الآن ننتقل إلى أقرأ النص عندما دخلنا ذات صباح إلى ساحة المدرسة وجدنا لافتة كتب عليها أسبوع التعاون المدرسي وبعد إنشاد النشيد الوطني سمعنا في إذاعة المدرسة إعلانا حول الأنشطة التي ستنظمها مدرستنا بهذه المناسبة دخلنا إلى القسم وشرحت لنا الأستاذة مغزى أسبوع التعاون وطلبت منا أن نفكر في مشروع للقسم بهذه المناسبة وبعد نقاش فيما بيننا قررنا أن نقوم بحملة نظافة داخل مؤسستنا توزعنا إلى مجموعات وكانت كل مجموعة تتعاون فيما بينها للمساهمة في المحافظة على بيئة نظيفة لمدرستنا كنت في المجموعة التي كلفت بتلوين سلال النفايات وتوزيعها على الأقصام ووضع أخرى في زوايا الساحة اجتمع أفراد مجموعة وبدأوا يفكرون في طريقة تشجع التلاميذ على رمي النفايات في السلال المخصصة لذلك فأخذ كل واحد منا يقدم اقتراحا مريم أقترح أن نكتب على لوحة لنرمي النفايات في سلة ونعلقها فوق كل سلة من سلال المهملات جلال عندي فكرة لماذا لا نستغل حصص الرسم مريم وما علاقة الرسم بسلال النفايات جلال قلت لماذا لا نرسم على سلال النفايات رصوما تشجع البنين والبنات على النظافة سناء ماذا تقصد؟ لم أفهم جلال أعني أن نرسم على كل سلة صورا تعلم النظافة مثلا نرسم قطة ترمي بقايا السمكة في سلة المهملات ونرسم كلبا يتصلق سلة النفايات ليلقي فيها عظمة كبيرة سناء فكرة رائعة يا جلال هيا بنا إلى المشغل لنبدأ العمل كنا نعمل في فريق متحد نتبادل الرأي فيما بيننا ونقصم الجهد بالتساوي ولا نميز بين الإناث والذكور هدفنا واحد النجاح في مشروعنا ننتقل الآن إلى أولا أصل الكلمة بمعناها المناسب أطرح معناها ألقي سؤالا على زميلي وزمينتي أرمي معناها ألقي النفايات في سلة المهملات أقدم معناها ألقي خطبة بمناسبة أسبوع التعاون المدرسي إذن هذه هي معاني الكلمة نمر الآن إلى ثانيا أكمل شبكة مفردات العبارة أسبوع التعاون المدرسي إذن أسبوع التعاون المدرسي نكمل شبكة مفرداتها إذن نكتب العمل الجماعي تعاونية القسم تنظيف المدرسة تزيين الساحة توعية وتحسيس إذن هذه هي شبكة مفردات عبارة أسبوع التعاون المدرسي ننتقل الآن إلى ثالثا أقرأ الكلمات ثم أعين لون مراد فيها إذن نقرأ الكلمات ونعين لون مراد فيها إذن لدينا مغزا مجال مكان معنى إذن الجواب الصحيح هو معنى ونعين لون مراد فيها إذن لون أزرق المساهمة لدينا المعاملة المشاركة المقابلة إذن الجواب الصحيح هو المشاركة ونلون ونعين لون مراد فيها أي هو الذي باللون الوردي ننتقل الآن إلى أستعمل الكلمات الآتية في جمل الكلمات التي لدينا هي المهملات هيا كل النفايات المجموعات إذن هذه الكلمات نركبها في جمل نقول نرمي الأزبال في سلة المهملات هيا بنا ننظف قسمنا كل الزملاء يتعاونون على تزيين الساحة علينا أن نجمع النفايات وزعنا الأستاذ إلى مجموعات إذن هذه هي الكلمات التي طلب منا أن نستخدمها في جمل ننتقل الآن إلى أضع خطا تحت ما لم يذكر في النص لدينا النشيد الوطني إذاعة المدرسة نادي القراءة مشروع القسم ما لم يذكر في النص هو نادي القراءة نضع أسفله خطا نمر إلى ثانيا أضع علامة في المكان المناسب في أسبوع التعاون المدرسي نجتاز الامتحان نغادر المدرسة نقوم بالأنشطة إذن في أسبوع المدرسي نقوم بالأنشطة إذن نضع علامة في نقوم بالأنشطة قرر التلاميذ أن يقوموا بحفل فني بمباراة رياضية بتنظيف المدرسة الجواب قرر التلاميذ أن يقوموا بتنظيف المدرسة ننتقل إلى تقوم المجموعة بإعداد الأغراس والشتائل سلال النفايات صبورة الإعلان إذن ما يناسب حسب النص هو سلال النفايات إذن قاموا بإعداد سلال النفايات وتزينها ننتقل الآن إلى أنتج أولا أنتج جملة أحاكي بها ما يأتي إذن لدينا أربع جمل لماذا لا تستفيد من الرسم الذي تعلمناه ماذا تقصدين لم أفهم ما علاقة الرسم بسلال النفايات هيا بنا إلى المشغل لنبدأ العمل إذن نقوم بإنتاج جمل مثل هذه الجمل نبدأ مع جملة الأولى نقول لماذا لا تنجز واجباتك المدرسية جملة الثانية ماذا تقولين لم أسمع جملة الثالثة ما علاقة التنظيف باستباغة الجملة الرابعة والأخيرة هيا بنا نعمل بجد من هذه هي الجمل الاستفهامية ننتقل إلى ثانيا أرتب مراحل مشروع القسم انطلاقا من النص باستعمال الأرقاب من واحد إلى أربعة إذن نبدأ مع المرحلة الأولى وهي نناقش الأفكار في ما بيننا إذن المرحلة الأولى هي مرحلة مناقشة الأفكار المرحلة الثانية نرسم رسوما على السلال المرحلة الثانية هي نقوم برسم رسوم على السلال المرحلة الثالثة وهي مرحلة توزيع السلال على الأقصار نوزع السلال على الأقصار المرحلة الرابعة والأخيرة نضع السلال في ساحة المدرسة إذن هذه هي المراحل إنجاز المشروع ننتقل الآن إلى ثالثة أعبر عن رأيي في أسبوع التعاون المدرسي إذن رأيي في أسبوع التعاون المدرسي هو أسبوع التعاون المدرسي هو الأسبوع الذي يتعاون فيه التلاميذ في المدرسة على تنظيف المدرسة والأقصام وتنظيم الخزانات وغرس الشتلات وصباغة السلال إذن هذا هو أسبوع تعاون المدرسي ورأيي فيه إذن يتم فيه القيام بأعمال تفيد التلاميذ والمدرسة ويصبح مدرستنا وأقصامنا نظيفة وجميلة نمر الآن إلى رابعا ما الفكرة التي قد أقترحها لو شاركت في أسبوع التعاون المدرسي؟ إذن الفكرة التي قد أقترحها لو شاركت في أسبوع التعاون المدرسي هي وضع سلال في جميع أرجاء المدرسة حتى يتمكن التلاميذ من رمي النفايات فيها إذن هذه هي الفكرة التي قد أقترحها لو شاركت في أسبوع التعاون المدرسي انتقل الآن إلى أضيف إلى معاني التعاون المذكورة في النص معاني أخرى إذن لدينا فريق المتحد فريق المتعاون تبادل الرأي اقصاب الجهد لا تمييز بين الإنات والذكور تحقيق هدف واحد إذن معاني أخرى أضيفها هي عمل جماعي مجموعة منسجمة ربح الوقت توزيع الأدوار التنصيق الجماعي إذن هذه بعض المعاني الأخرى التي لم تذكر في النص قمت بإضافتها وإلى هنا ننتهي من الأجوبة عن الأسئلة والتماري المتعلقة بهذا النص وقبل أن أترككم وأستودعكم فسأعيد قراءة النص لكم مرة أخرى حتى تستطيع فهمه واستعابه بشكل جيد عندما دخلنا ذات صباح إلى ساحة المدرسة وجدنا لافتة كتب عليها أسبوع التعاون المدرسي وبعد إنشاد النشيد الوطني سمعنا في إذاعة المدرسة إعلانا حول الأنشطة التي ستنظمها مدرستنا بهذه المناسبة دخلنا إلى القسم وشرحت لنا الأستاذة مغزى أسبوع التعاون وطلبت منا أن نفكر في مشروع للقسم بهذه المناسبة وبعد نقاش فيما بيننا قررنا أن نقوم بحملة نظافة داخل مؤسستنا توزعنا إلى مجموعات وكانت كل مجموعة تتعاون فيما بينها للمساهمة في المحافظة على بيئة نظيفة لمدرستنا كنت في المجموعة التي كلفت بتلوين سلال النفايات وتوزيعها على الأقصام ووضع أخرى في زوايا الساحة اجتمع أفراد مجموعة وبدأوا يفكرون في طريقة تشجع التلاميذ على رمي النفايات في السلال المخصصة لذلك فأخذ كل واحد منا يقدم اقتراحا مريم أقترح أن نكتب على لوحة لنرمي النفايات في سلة ونعلقها فوق كل سلة من سلال المهملات جلال عندي فكرة لماذا لا نستغل حصص الرسم مريم وما علاقة الرسم بسلال النفايات جلال قلت لماذا لا نرسم على سلال النفايات رصوما تشجع البنين والبنات على النظافة سناء ماذا تقصد لم أفهم جلال أعني أن نرسم على كل سلة صورا تعلم النظافة مثلا نرسم قطة ترمي بقايا السمكة في سلة المهملات ونرسم كلبا يتصلق سلة النفايات ليلقي فيها عظمة كبيرة سناء فكرة رائعة يا جلال هيا بنا إلى المشغل لنبدأ العمل كنا نعمل في فريق متحد نتبادل الرأي فيما بيننا ونقصم الجهد بالتساوي ولا نميز بين الإيناث والذكور هدفنا واحد النجاح في مشروعنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر